السلام عليكم عندي ثلاث شهور و بعد ثلاث مانات قبل اجتماع بريكس تكلمت عن البريكس وتكلمت بلد الجزائر من مستحيلات السبعة و أعطيت الأسباب لما يجعل الجزائر تدخل البريكس كنت ترى في الفيسبوك حوصول تحت تلقى تلقى تدخل و كانت في الصواب تكلمنا بلد الأسباب الرئيسية الأولى هي الداخل البريكس داخل البريكس قلنا بلد كائن الهند و كائن البريزيل لما يتقبلون لدخل البريكس وهذا تلقى الهند داخل البريكس داخل البريكس و قبل ما يصر هذا الاجتماع رئيس الحكومة تلقى الهند سألقى الفرنسا و هناك المنافع للإضافة التي تدخلهم مع ماكرون و هناك تعهدات و هناك تعهدات و هناك تعهدات و هناك تعهدات لكي تلقى الجزائر لكي تدخل البريكس و هناك تعهدات و هناك تعهدات و هناك تعهدات تلقى الهند و هناك تعهدات و هناك تعهدات ملح و هناك تعهدات في واحدة العوام و هناك حجار و هناك تعهدات و هناك تعهدات كيف تتجارة و الضيارة و هناك تعهدات لكي تتبريد لكي تتبريد و تبريد و يتبريد و يتبريد و يتبريد وحبتم تبريد لكي تتبريد الاستمرار المهم هذا داخل عقر دار بريكس او الناس المنتمين لبريكس حاجة ثانية انهارة داروا ترشح البلدان من بينها الجزائر مصر امارات سعودية كين تاني اليتيوبي تقبلوا هذه البلدان والسوسة الكبيرة اللي دخلت وتكلمت عليها عندها تلت شهر وعندها ترواسمين قبل اللقاءات بريكس لذلك تكلمت عليها وقلت بلي الإمارات اللي دخلت هي السوسة الخطر الإمارات تتعامل بالراشاوي وهناك على باك هي الإمارات عملة واحدة لدو فاس يمشون مع بعضهم هي تابعة الأمريكان وتابعة لصهاينا وقلت داخل حجم أمريكس وقلت داخل حجم غريب للبريكس لكي تسهلهم الأمور لكي تكسروا البريكس وكي تدخلوا صهاينا في البريكس هذا لكي يكون في علمكم السعودية لديهم درهم لذلك تدخل ماذا بهم تدخل لكي تشارك في الأموال وعندها الذهب كذلك لذلك الإتيوبي الإتيوبي اللي كنا نعرفوها بالمجاعة وتشوف هذه العباد المساكل الرقاق هكذا وكانوا يغيضونها هم اخذوا درس وبنوا إتيوبيا بنواها في لحظة صغيرة عشرين سنة بنواها ولا تعجب لذلك الناس يحبوا الوطن تحموا بنواها والخدامين الإتيوبيين يخدم خمس مرات ولا ست مرات الخدمات على الجزائري لذلك نرى التطور الكبير اللي وصلت لها إتيوبيا لذلك حاجة كبيرة مصر دوها من أجل لذلك لذلك مدى بها البريكس لذلك لذلك سوف يقوموا كما لوطن يقوموا جهاز عسكري لدافع المنافع انتهاء مستقبلا لذلك لذلك كان إيران إيران طورت كثيرا في الصناعة بارابول الجزائر وكان هم يحبوا الوطن وتحموا وعندهم حضارة نوبليبا عندهم حضارة الفرسية ويؤمنوا بها جوسكابريزا لذلك الجزائريين فرقونا المستعمل ومازالهم يفرقونا أرجعوا يهضرون غير على الحواج التافهين ويقوموا للمؤثرين في الفيسبوك وفي التافهة تغلبت على العمل والشرف والحب الوطن والعمل ويقوموا ويقوموا إلى مصر أحضرنا عليها الأرجنتين بريزيل هو أولاد العام أولاد العام أولاد العام دافع عليه ووصلوا لتدخلهم والأرجنتين لديها اقتصاد ويقوموا 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 بالجزائر ويقوموا بالجزائر ويقوموا بالتاريخ بالتاريخ القريب في وقت العصابة كانت 1500 مليار في الكيس لا تتكلموا لكي يدخلوا البريكس لكي يجعلوا دراهم 400 مليار يضعوا المدينة لا تتكلموا إلا في حالة تدخلوا في المدينة أولاد العصاب في المدينة في المدينة ويقوموا بمعارض 1500 مليار دولار لكي يدخلوا برد 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 مالهري صرات النهب ويقوموا منظروا كالدولة العميقة مازالة يخدموا في السدو ويقوموا احتكارات في السكر في الزيت في العدس في الآخر أيضا العدس وصلت إلى الجيران يقوموا بها أو الجزائري المؤثرين يهضروا عن العدس ويقوموا ماذا يدخلوا 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 نظام الخامج لمدخلنا نيف البريكس مدخلنا في دولة اقتصادية كبيرة لم يرى المنافع كانوا يتبعوا فيه فرنسا التي هدمت الجزائر وهي ما زالها تهدم في الجزائر ومستقبلاً كانت تهديم كبير الذي سيصبح من طرف فرنسا إلى الجزائر برسكو تستعمل الحركة تستعمل الولاد الحركة تستعمل الناس لما عندهم الشخصية لما يدافعوا على البلد حاجة لكي تدخل البريكس يفعل الناس لنعود المراجعة الكلية للمنظومة الاقتصادية لتعالجزائر ما من المنظومة التربوية نعود ونراجعها المنظومة التربوية هي التي خلت الناس بدون احترام بدون الناس يخافوا من ربي تلقاها يحوس على المال دخلت حتى في المجال الطبي تلقا تلقا طبيب في الأخر يقولك تروح لعند بريفي باش يكون دراهم دونك ما كانش الأخلاقيات اللي ماتت في الجزائرين وهذه بطبيعة الحاجة من المدرسة الجزائرية راه يقول الله كبر الله حق إن شاء الله دونك تلقا من المنظومة الاقتصادية بدءا من المدرسة كل واحد يرى الجامعة تلقا لحب الوطن من الإيمان تلقا للإيمان تلقا للإيمان تلقا للإيمان تلقا للجزائر toujours التلقا للجزائر هذه الناس الجزائري تلقا dalej تلقا للحال تلقا للإيمان Panora لا يوجد العمل. الإتقال لا يوجد العمل. عندما تذهب إلى الجزائر إلى الصيني لا يستطيع أن يعمل في هذا التوصيط لأن كل الصينيين عن المولاد الذين يدخلون المدرسة يريدون لهم صور فيديو كيف كانوا الأجداد يعملوا في هذا السمان على ظهرهم. كانوا يعملوا في البيتون. كانوا يعملوا في البيتون. ويبدأوا التلاميذ ويحبوا الوطن ويغرسلهم من داخل العقل من العمل. وحب الوطن. في الجزائر هنا تجد مكان يحب الوطن نوال. تجد طفال راقض ويأمه. وحكيت لكم حتى نرجع للمرأة تخمم على وليدها ويذهب إلى الميدان ويؤدي الوطن. في الآن يجدون المخلوق على الطفل الناجح. بالذاته تجد المرأة تخمم على ولدها وتقرره وتعلم له الأوصول وتعلم له الحب الوطن. حتى يتخلص. وتجدون تقرره تجدون تجدون منظومة التربائية راجعها المعلم لما يقررش دلالة الاستيعاب ما كاش ويقول لها روح تقرر عندي هذي يفون وضعوا لحد لما يعرفش يقرر برا كالناس اللي يعرفوا يقرروا راه بالملايين راه موجودة برا نديروا بقياس نهار شوفوا هذك المعلم يقرر خير من الأخير الأخير نطردوا وما نسحقوش نتائج تاني يفوت يفون راجعوا روحينا نعود المدرسة من أول من جديد نبنيوا الاقتصاد على المشعلة أوهام نبنيوا الاقتصاد صحيح العمل الابسنتيزم نشوف المبادرة كيفاش تكون الترقية الترقية في العمل ماشي بالتليفونات كان تاني السياسيين الرجل السياسي يفو يمشي يشوف يراقب يتعاون المنظمة احنا جمهورية جزائرية الديمقراطية الشعبية يفو نكونوا تحت لواء واحد تحت نظام واحد انت عندك رأي ما ينخلش من المنظومة على الدولة الجزائرية نخدمه بكل واحد يفور راجعوا كل شيء نخدمه مرعا لشي نخدمه القرايا مكاش نيفو مكاش داروا هذه الوزارة التي كنا البدائين أنا والسيد المحتمر المحترم السيد عبد المطالب أول من ينطق بالاقتصاد المعرفي وتلقى هم الناس واحد أخرين الدول أخر أنا قررت في الجامعة وحضرت على الاقتصاد المعرفي والناس لم يعرفوش الاقتصاد المعرفي راح وداروا الستارت أب أكبر غلطة لداروا الستارت أب نورمان الجامعة هي المنتجة هي اللي تبيع الأفكار هي اللي تجيع أمباير دفون اللي عنده دراهم الأموال كما ربراه بوقاتك قاعد غرف السكر والزيت هو اللي يشري ليدي ويديل إنتاج انتحا الزيت قادرين الجزائر هي اللي برسوة تورنسول من اللي يكون صغر وين تروح في الصحرات القام دارين تورنسول وحبها قد تسخط يجي ربراه يقول لك بوالله ما ينجحش القصب الصكري في الجزائر نقدروا نولي ولا ولا قبل ما نفجر المال يراه في الصحراء قبل الأجياء اللي حبينا الأجياء اللي حبينا المستقبل اليوم نخرج ونفجر المال الموجود في المياه الجوفية لنجعل المستقبل لا لا دورك نعيش بها 300 سنة نبني زراعة حديثة زراعة التي تجلب الأموال مثل السكر والزيت وما ما يشبه لذلك نقوم دراي نقوم كما نقوم سكك الحديد لكي نقوم 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 اقتصاد مبني على إنباز ستارت أبو مطار هم السلع يجب الوريزوف يرون يتحرك يجب لا نقوم 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 بعملية التصدير. كيف نعود أن أراجعوا؟ تجد السياسي الداخل بريكس وانتها مقرة والو تهضر على البريكس. بريكس ما زال عامل جاي كان جروب واحد آخر يدخل. إن شاء الله نسق بـ 25% نزيده بـ 25% تكون إرادة للشعب العمال 25% ندخلوا للدولة الجزائرية سندخلوا بالآخر. ما هو الخبيط الذي سنقبله هو الإمارات. سيسبب منها أسباب كبيرة والناس رشاوي ودخلوا في البريكس ودخلوا إسرائيل. والسلام. موسيقى 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 اشتركوا في القناة شكرا